ما عاد هذا المنظر غريبا في منطقة أوبين بريف جسر الشغر الغربي عشرات المخيمات بنيت على عجل وتناثرت على سفوح التلال المحيط بالشريط الحدودي مع تركيا يسكن بداخلها أكثر من 1500 عائلة من جبل الأكراد هربوا من القصف الروسي على قراهم آملين بمكان آمن رغم ما تفتقره هذه الخيم لأبسط مقاومات الحياة وخاصة مع قدوم فصل الشتاء نزح من منطقة جبل الأكراد أكثر من 1500 عائلة تطلب المأوى حيث قمنا بإنشاء هذه المخيمات لهم يعانون سكان هذا المخيم من أزمات صعبة جدا أهمها تأمين المياه تأمين حمامات حاليا قادمون على فصل الشتاء بحاجة إلى تدفئة هذا المكان على الرغم من قربه من الحدود التركية التي تبعد بضع مئات الأمتار نالت منه صواريخ العدوان الروسي وأوقعت شهداء وجرحى من النازحين الجدد الأمر الذي زرع الذعر في نفوسهم والخوف من رحلة نزوح ثانية لا تعلم وجهتها ولسان حالهم يقول أين المفر؟ نحن نزحنا من القرى لإننا من شدة القصف والطيران نزحنا على مكان آمن على أساس سوني مكان آمن بأوبين يعني أوبين ما بتبعد عن شريط شي 200 متر عن شريط التركي وحتى هون بقلب أوبين يعني قصفنا بقلب المنطقة بقلب المخيمات صور قصف علينا يعني هلأ إذا بد يرد يقصف فيه من نروح مباوم نعرف نحن قصف وتدمير ثم تهجير سياسة ممنهجة يتبعها العدوان الروسي منذ بدء تدخله في سوريا في خطوة منه لضرب الحاضنة الشعبية للثوار بعد فشله في مساعدة قوات النظام بالتقدم في جبل الأكراد فأراد أن يحقق نصرا معنويا بقصف المدنيين في منازلهم وأماكن نزوحهم قصف العدوان الروسي على جبل الأكراد أرغم الأهالي إلى النزوح إلى مناطق ريف جسر الشغور الغربي ولكن على الرغم من وجودها على شريط الحدود مع تركيا إلا أنها لم تسلم من ذلك القصف الذي لاحقهم إلى هنا هاشم العبدالله أوريانت نيوز ريف جسر الشغور الغربي